كمان أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف طبعا المهندس هاني بوريدة عارفين المهندس هاني بوريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى لاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا اللي تقدم خلاص بيه ترشيحه لهذا المنصب المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقية كمان يعني عارفين طبعا اتحاد المصري بيقف جنب أي مرشح المهندس هاني بوريدة من الشخصيات العظيمة اللي أفادت كتير جدا جدا منتقب مصر ومصر من خلال تواجده في الاتحاد الدولي كمان أضاف أحمد مجاهد أن الاتحاد المصري لن يتدخر جهدا أو مجهود في الوقوف بجانب المهندس هاني بوريدة والفوز بهذه المعرقة الشرسة اللي هيخدها إن شاء الله مرشح المصري هاني بوريدة بحجم مكانة هذا الشخص دعيا الجميع باتخاذ طبعا الموقف نفسه باعتبار طبعا المرضود العام لوجود شخصية هامة زي مهندس هاني بوريدة في هذا المنصب العالمي على مستوى الكاف وعلى مستوى الاتحاد الدولي ده أكيد مصلحة للجميع للجميع على مستوى الكورة المصرية وإحنا عارفين إن يمكن ترشح 17 مرشح في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع طبعا إقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب طبعا المهندس هاني بوريدة ليه كل الدعم وكل السبورت وكل يعني يعني حقول من الشخصيات اللي أنا على المستوى الشخصية عملت معها بعض الناس تقول لكن أنا على المستوى الشخصية عملت معها على مستوى المتخبات على مستوى الاتحاد الدولي أعتقد شخصية عظيمة جديرة بالمساندة لأن في الآخر هو مصري ويلازم يكون فيه عنصر مصري ويمكن أفكركم إن إحنا غياب العنصر المصري شوية في الاتحاد الأفريقي قد إيه يعنينا منه على مستوى المنتخبات على المستوى الأندية عنصر مصري مهم جدا بقيمة هاني بوريدة في الاتحاد الأفريقي وكمان في الاتحاد الدولي الفيفا ده مهم جدا جدا للكورة المصرية